السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي تحية كبيرة لكم جريمة في مصياف بروسلي يقتل عائلة شقيقه أسارت جريمة وقعت في مصياف حالة من الحزن الكبير بين السوريين حيث أقتم الرجل على قتل شقيقه وعائلته المؤلفة من زوجه وطفلين بعد إطلاق الرصاص عليهم أمس الأسنين وفق ما زكرت وزارة الداخلية دون الكشف عن سبب جريمة التي هزت الشارع السوري وأضافت الوزراء في بينه أن القاتل يدعى بروسلي ارتكب الجريمة ولازا بالفرار إلى أنه تمكن من إلقاء القبض عليه مباشرة حيث أصرت عليه الشرطة في أحد الأحراج الموجودة بالمنطقة رفقة سلاحه وبينما تستمر التحقيقات لكشف ملبسات الجريمة كما زكرت الداخلية يستمر التساول حول الأسباب التي قد تدفع شخصا لقتل عائلة شقيقه استهجان شعبي لجريمة مصياف حصدت جريمة مقتل الأخ لأخي في مصياف الكثير من ردود الأفعال المستنكرة لمثل هذه الحوادث وتصدرت القصة عنوين الموقع وصفحات السوشال ميديا وعبر كثير عن غضبهم من حالة انفلات الأمن وانتشار الأسلحة بطريقة عشوائية بين كثير من المدنيين وتساءل هاني عن طبيعة عمل القاتل لدرجة امتلكه سلاحا حربيا ومثله خالدون الذي رغبه من معرفة مصدر وجود البندقية بين يديه وتوخزت بعض التعليقات طابعا دينيا والتذكير بأول جريمة عرفتها البشرية كما يقال حين قتل هابيل شقيقه قابل واعتبرت ريم أن التاريخ يعيد نفسه بدورها سالي لا ترى أن هناك فعلة قبيحا أكثر بما حصل بالأمس في قرية البستان في مصياف وشاهد شهر آب الجاري عدت جرائم قتل أحدها في حلب حيث وجدت جسد شاب بالعقد الثاني بالقرب من حاوية قمان في منطقة بستان باشا وحادثة أخرى وقعت في حماه حيث تم قتل امرأة في منزلها في حياء الصابوني حسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية ترجمة نانسي قنقر